السلام عليكم ازايكم اعملين ايه انا احمد جويش ودي قناة برومو اهلا بيكم في فيديو جديد والنهاردة معنا مراجعة فيلم شوت جان ويدنج دعمكم مهم جدا بالنسبة لي فما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم لو انت اول مرة تشوكني تابع معنا الفيديو للنهاية وانا عجبك المحتوى لانا بقدمه نورني مش تراك في القناة فعل الجرد عشان وصلاك كل جديد ويالله بيناد وفاجأتهم ودارسي الزوجان المتهوران باقتحام حفل الزفافهم بواسطة مجموعة من المجرمين والاحتفاظ بافراد عائلاتهما كرهائن ويحاول الزوجان انقاذ عائلاتهما واسناء ذلك يعودها لاكتشاف سبب وقوعهم في حب بعضهم حفلات الزفاف دايما معروفة بان اجواءها متوترة ما بين بقى العروسة عايزة ايه ليه العريس عايز ايه العروسة عايزة حاجة وام العريس عايزة تعمل عكس الحاجة دي ما بين بقى ابو ام العروسة او ابو ام العريس اللي ممكن يكونوا مطلقين ويجايين اصلا الحفلة دي غصبا عندهم ومضطرين ان هم يستحملوا الطرف التاني بالعافية هم حاجة بقى ان ما بين لحظات الشك اللي بيمر بيها العريس والعروسة هل فعلا القرار ده هو الصح ليهم هل فعلا الطرف التاني ده هو المناسب واللي يقدروا ان هم يكملوا معاها باقي حياتهم يعني بتبقى اجواء ما يعلم بيها الا ربنا الكل بيبقى قاعد على اعصابه كل العوامل دي بقى بتاعتنا موجودة في الفرح اللي موجود في الفيلم بتاعنا النهاردة ووسط بقى الهيصة دي كلها ووسط ما العريس والعروسة بيبتدوا يختلفوا ويفكروا ان ويشكوا ان فعلا ده مش الحاجة المناسبة ليهم بيحصل حدث مهم جدا هو ان مجموعة بقى من القراصنة بيجوا يهجموا على الجزيرة اللي الفرح موجود فيها وبياخدوا كل المدعوين كرهائن ودلوقتي بيصبح على العريس والعروسة انه هم يركنوا كل الخلافات بتاعتهم دي على جنب ويفكروا ازاي هينقزوا المواقف وازاي هينقزوا اهلهم اللي محتجزين كرهائن دلوقتي. الفيلم كان فيه جانب من القصارة والمتعة كان حلو جدا انه بيخليك انت يعني قاعد عاستعرف ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجره. ان انت شايف واحد وعرسته اللي هما اصلا ممكن يسيبوا بعض دلوقتي هما مضطرين ان هما ينقزوا اهلهم من الناس محتجزينهم كرهائن في حين ان هما اصلا ناس عاديين يعني ما لهمش اي علاقة بالاكشن ولا يعرفوا يستخدموا اسلحة ولا اي حاجة ولكن هما ما قدامهمش ان هما يحاولوا. كل ده بقى في قالب من القصارة والمتعة والكوميديا والجانب الكوميديا هنا كان حلو جدا وحصل بعد المواقف الكوميدية اللي كانت مضحقة يعني ما واجهتش اي مشاكل مع الجانب الكوميدي اللي كان موجود في الفيلم. وطبعا بقى الجانب الرومانسي اللي موجود دلوقتي قدامنا علاقة متوترها ولكن بسبب الظروف اللي موجودة فهم بيضطروا ان هما يبقوا مع بعض ويبتدوا ويحاولوا يحلوا المواقف سوا. ده طبعا بيقدي ان هما بيعيدوا اكتشاف علاقتهم مرة تانية ويبدأوا يفكروا في الاخطاء اللي هما عملوا في العلاقة دي. فالفيلم بقى نجح في تقديم كده توليفة بين القصارة والمتعة والاكشن نوعا ما يعني مع الكوميديا المنزوجة بالرومانسية كل ده قدموا في قالب كده كان ممتع برتم حلو قوي وخالي من الملأ وعمل شوية متعة كويسين جدا يعني انا متفرج على الفيلم انا استمتعت جدا بالتجربة. وكمان برضو الفيلم حبي يزود شوية وعمل توستين موجودين في النص توستين برضو راجعوا بموتعة كويسة جدا لو ان هما مش متوقعين يمكن مش بالاحداث الكبيرة ولكن هما كانوش متوقعين اطلاقها. اما عن الحوارات فالحوارات كانت مكتوبة بشكل حلو جدا وبشكل كوميدي ونجحت في تقديم المردود الكوميدي المطلوب منها. نروح للاخراج. الفيلم هنا من اخراج جي سون مور اللي قدم لنا اعمال قبل كده زي بيتش بيرفكت. والاخراج هنا حاجة من الحاجات اللي عجبتني جدا بداية من هو قدر يستخدم المناظر الطبيعية اللي احنا موجودين فيها بقى بافضل صورة ممكنة. التصوير كان حلو جدا والزوايا والكدرات بتاعته كانت حلوة وكل ما اشهد تحس ان هو حاول يلعب فيه اخراجيا بحيس ان هو يطلعه بافضل صورة ممكنة. وكمان قدر يضيف مشاهد ممتعة جدا في زر الاجواء الممتعة قدرت تخلي نروح دي استمتع بالتجربة دي. مع وجود مشاهد قتل او مشاهد لناس بتموت مفروض ان هي بقى دموية ولكن هو نجح ان هو يقدمها بشكل غير دموي. ده على فكرة فيه ناس بتعتبروا ان هو عيب انت ازاي تعملني مشاهد مفروض تبقى دموية من غير دموية ولكن بالنسبة للقالب اللي احنا بنتكلم فيه فده مناسب جدا ان انت اصلا مش بتتكلم في فيلم يعني اكشن بقى ودموية وكده انت بتتكلم في فيلم كوميدي فالمفروض ان المشاهد الدموية دي ما تبقاش موجودة فيه. وده بالفعل اللي هو نجح ان هو يقدمه بطريقة كويس. ونروح للاداء التمثيل. عملت اداء حلو جدا طبعا همش اول تجربة تمثيلية لها بل هي عملت افلام كتير منها افلام كتير دايما لها بتبقى يعني عروسة عندها مشاكل مع حاماتها في الماضي ما كانش جديد عليها فقدرت انها تقدم شكل كوميدي وعملت بعض منها كان كويس. جوش دامل بقى اللي يعني يمكن اول مرة اشوفه في الدور ده حاجة في النوعية دي لكن قادر برضو انها يقدم مرضوط كوميدي حلو مرضوط اكشن برضو نوعا ما كويس بالنسبة لللي احنا كنا نتكلم فيه. لكن بقى الشخصية اللي حبيت اداءها التمثيلي جدا هي جينفر كوليج اللي كانت قايمة بدور ام العريس اللي عملت دور حلوة جدا والشخصية بتاعتها يعني كانت مكتوبة بطريقة كويسة وقدرت هي تقدمها بشكل حلو وكوميدي جدا وكانت يعني حلوة جدا في الدور اللي هي بتاعملها. عموما ان الاداء التمثيلي كان كويس هي شخصية واحدة اللي كانت مستفزة بالنسبة لي هو شخصية اللي هو المفروض انه كان صاحب العروسة القديم واللي بيجي الحفلة بعد كده بتحصل له شوية حاجات لكن هو يعني شخصية مستفزة عموان اداء التمثيل لمستفزة ما حبيتوش الحقيقة. تقريم الفيلم هو سبعة من عشرة. انا حبيت جدا التجربة دي واستمتعت بيها. رغم ان انا شفت يعني التقريمات بتاعته سلبية جدا والناس محبيتوش والناس محبيتش الاخراج بتاعه ولا اي حاجة ولكن انا استمتعت جدا بيه هو فيلم مش بيجي قدم لك حاجة اللي هي قيمة فنية وتتفرج على عمل فني باداء تمثيلي واخراجه. لا هو فيلم فيلم ممتع اللي هو جاي قدم لك حاجة ممتعة جاي قدم لك ساعتين اللي تلت يعني اللي هو ايه يا حاجة خفيفة عارف انت اللي هو تيجي تتفرج عليها على يوم جمعة زي ده مناسب جدا للمشاهدة ان تتفرج عليها تستمتع بالتجربة للغاية حاجة ما بدون سحل الدماغ بدون تفكير بدون اي حاجة انت بشوف شوية اكشن شوية اصارة يعني من النوع الكوميدي الحيب. ارشح الفيلم ده للمشاهدة ولكن الجدير بالذكر ان هو للكبار فقط عشان في بعض المشاهد ده اللي مش كويسة. وبس كاعدة زي المشاهدين يكون خلص فيديو النهاردة يا ريت لو عجبكم تداموني بلاك وشيرلي واللي حبي بيشوفني في الفيديوات تانية يتأكد او مشارك في القناة من فعل الجرس عشان كل جديد يوصلكم واشوفكم تانية في فيديوهات جاي كتير ان شاء الله. سلام عليكم. اشتركوا في القناة